عند هذه النقطة تنتهي مهمة هذه الشاحنة الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية والأغطية لتبدأ رحلة أخرى إلى الدواوير على متن شاحنات أصغرى وسيارات شخصية إصرار شديد من قبل الشبان القائمين على المساعدات كي تبلغ الساكنة المحتاجة بعد أن سجلت كثير من الدواوير فائضا في المساعدات ودرءا لأي تصرف غير حميد فيها مدينة طنجا نحن في الأول كان لكنا نضع نفسه وارد من الضاكن عندما تجعل علينا ذلك ، وعندما تم دكاظ مكان كله في الموتعة عندما تذهب الرابع لم يواجه في العالم عندما تبحث وراء الأب الموتعة لم يكن لديه موال كنا نضع ربعا لأي تنجل الإجتماعات أي مدينة في مغرب جاو كينا معاونة الشعب المغربي متسافق مع بعطيته الحمد لله بكثير من الإصرار تواصل قوافل المساعدات تقاطرها على منطقة تفنجولت تفريغ ثم تحميل للمساعدات والوجهة أبعد الدواوير وأكثر واحتياجا في الإقليم في ذات الوقت تسهر مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تنسيق عمليات الإغاثة والعون مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتنسيق مع المتدخلين لتدبير هذا الزلزال لفائدات المتضررين والمنكوبين قامت بأولة سراتيجية للتدخل السيجالي وعندنا واحد كان حاولوا نقلقتي وقع المواد الغذائية وقع المواد الأساسية وكان مع العين بأنه مسبقا كان هناك تدخل على شقينت أولا جوي لتمرير المساعدات لإصال المساعدات اللازمة كذلك لإجلاء الجرحة المستشفى الميداني العسكري اللي كان هنا في الجامعة اللي كان هنا في القيادة كنا عبر الطريق كذلك الفرق كنمشيوا كنشوفوا الدواوير كنعطوهم المواد الأساسية اللولة كنعطوهم الخيام الأغطية الأفريشة كنحاولوا نديرهم واحد دعم نفسي درنا واحد إسعافة الأولي بالنسبة للناس اللي لا يستدعي حالة تدخل استعجالي للمستشفى وتتوجه اهتمامات فرق التدخل في هذه المرحلة نحو توفير الملاذ الآمن والخيام للساكنة بدون مأوى في انتظار انطلاق عملية الإعمار